اشتركوا في القناة بطلة القصة ماري كاثرين بلاكوود أو ميري كات البالغة من العمر ثمانية عشر عاما وأختها الكبرى كونستانس والعم جوليان قتل أفراد عائلة بلاكوود الآخرون بعد تناولهم السكر المغطى بمادة الزرنيخ السامة تعتني كونستانس بميري كات والعم جوليان الذي نجى من التسمم ولكنه يستخدم كرسيا متحركا منذ ذلك الحين العم جوليان المهوس بجرائم القتل في بلاكوود مانور الذي يحاول التحقيق فيما حدث لكنه لا يقترب من الإجابة ما يعرفه هو أن التسمم حدث قبل ست سنوات بينما كانت الأسرة تتناول الحلوى تم تسميم السكر بالزرنيخ وكان يستخدم لتحلية التوت الأسود كونستانس التي لا تتناول السكر لم تأكل أي شيء بينما تم إرسال ميري كات إلى غرفتها في وقت مبكر من دون عشاء كعقاب وهكذا تناول باقي أفراد الأسرة الحلوى توفي والدة ميري كات جون وأيلن وخالتها دوروثي زوجة جوليان وشقيقها الأصغر توماس اتهمت كونستانس بارتكاب جرائم القتل وعلى الرغم من محاكمتها فقد تمت تبرئتها في النهاية يتم سرد القصة من وجهة نظر ميري كات وهي تصف الجدول الأسبوعية المنظمة جدا تعاني كونستانس الآن من رهاب الأماكن المكشوفة وتهتم بالطبخ وتخلل الخضروات من حديقة العائلة يستخدم العم جوليان كرسيا متحركا لذلك لم يغادر هو ولا كونستانس ممتلكات العائلة بينما تؤمن ميري كات الأساسيات للعيش بسيرها إلى المدينة كل أسبوع للحصول على الإمدادات والكتب على الرغم من تبرئة كونستانس لا يزال سكان البلدة يعتقدون أنها مذنبة كما يكرهون عائلة بلاك وود غالبا ما يتم الاستهزاء بميري كات بلا رحمة عندما تذهب إلى المدينة سواء من قبل الأطفال الذين يغنون قصيدة أطفال فجة عنها أو من قبل الكبار الثرثارين اتصال عائلة بلاك وود بالقرية المحيطة يحدث فقط من خلال الزيارات المنتظمة من هيلان كلارك وطبيب المدينة الذي يفحص جوليان بانتظام تدفن ميري كات أشياء في جميع أنحاء ملكية بلاك وود لحماية الممتلكات من سكان المدينة والأرواح الشريرة غالبا ما تتحول أفكارها إلى القتل والفوضى خاصة عندما يتم تقويض جدول أعمالها الصارم كما تصاب بالصدمة والاضطراب عندما تقترح كونستانس تغييرا في الروتين المعتاد أو تعبر عن فضولها بشأن العالم الخارجي ثم يصل ابن عمهما تشارلز بلاك وود مما يقوض جدول أمريكا تصارم فبعد وفاة والدي تشارلز شقيق جوليان ورفع قرار الأسرة الكبيرة بمنع التقرب من ميري كات وشقيقتها أصبح تشارلز حرا في فعل ما يحلوله يدعي أنه وصل في مهمة خيرية لمساعدة عائلة بلاك وود ترحب كونستانس بشارلز والتغيير الذي يجلبه لكن العم جوليان مرتبك من وجود تشارلز وتعتبر ميري كات حضوره خبيثا وكأنه شبح يعربد في بلاك وود مانر نظرا لأنها تضع العديد من التعويذات لإخراج تشارلز من المنزل يبدأ تشارلز في تقييم القيمة النقدية لكل حلية صغيرة في المنزل ويستمر في السؤال عن الخزنة المغلقة والثروة المشاع أنها موجودة بداخلها يتصاعد الصراع بين ميري كات وشارلز وأخيرا يرتكب شارلز خطأا فادحا عندما يقترح إرسال ميري كات إلى فراشها من دون عشاء بعد فترة وجيزة يشعل غليون شارلز حريقا في سلة مهملات مما يؤدي إلى حرق الطابق العلوي من المنزل يصل رجال الإطفاء وكذلك العديد من القارويين يشكل الغرباء حشدا طائشا متهورا وبعد إخماد الحريق يبدأون في إلقاء الحجارة على نوافذ قصر بلاكوود يندفعون إلى المنزل ويكسرون الأثاث والأطباق بسبب سنوات من الإحباط المكبوت والخوف من عائلة بلاكوود أثناء ذلك التدمير يموت العم جوليان بنوبة قلبية بينما تختبئ كل من كونستانس وميري كات في الغابة حتى ينتهي التدمير يحاول شارلز الجشع حمل الخزنة من دون جدوى ولكنه يختفي في النهاية وبينما هما مختبئتان تعترف كونستانس بأنها كانت تعرف طوال الوقت أن ميري كات هي القاتلة تعترف ميري كات بالجريمة وتقول إنها وضعت الزرنيخة في وعاء السكر لأنها كانت تعلم أن كونستانس لن تأكل منه بعد مغادرة الغوغاء تنتقل ميري كات وكونستانس إلى أنقاض منزلهما فتنظفان المطبخ وتغلقان أبواب بقية الغرف وتنقذان ما يمكن إنقاذه من الحطام بالإضافة إلى ذلك ينتهي بهم الأمر بارتداء ملابس العم جوليان القديمة ولم تعود تذهبان إلى المدينة من أجل أي شيء تعيش الأختان بهدوء في المنزل وتكتفيان بما لديهما كانت كونستانس قد خزنت سابقا كمية كبيرة من السلع المعلبة في القبو مما وفر لهم الطعام علاوة على ذلك شعر سكان البلدة في النهاية بالذنب بسبب أفعالهم لذلك ذهبوا إلى القصر المغطى الآن باللبلاب لتعويض الأختين أصبحوا يتركون في الليل الطعام على الشرفة في سلال مع رسائل اعتذار على الرغم من أن سكان البلدة كانوا يشعرون بالذنب فإنهم كانوا يخشون الفتاتين أكثر من أي وقت مضى تستخدم كونستانس وميريكات هذا الخوف لمصلحتهما وتعيشان حياة العزلة التي تصفها ميريكات بالسعيدة أتمنى أن يكون ملخص لطالما عشنا في حصن قد نال رضاكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر